جمعي السيد ياد ملص الرئيس التنفيذي في شركة ماجد الفطيم سيد ياد دعني أرحب بك في هذا اللقاء وبدأني إلى أي مدى غير فوز دبي بتنظيم أكسبو 2020 كثير من الأطراف المعادلة جعل بعض الاستثمارات ترتقي ربما على حساب أخرى ما هو شكل التغيير الذي أحدثه هذا الفوز أنا في رأيي أن أكسبو 2020 هو نجاح طبعا لمدينة دبي ولكن ليس لمندينة دبي فقط بل للإمارات ولكافة منطقة الشرق الأوسط لأن الشرق الأوسط سيستضيف مؤتمر بهذه الأهمية لأول مرة في تاريخنا وطبعا هذا حدث مهم ولكن ليس حدث بنفسه الذي سيحصل هو التقدم والنمو والاستثمار الذي سيحصل بين اليوم والأكسبو سنة 2020 فطبعا هذا الحدث سوف يساعد إلى زيادة الاستثمارات في عدة مجالات طبعا أهمها في مجال السياحة ومجالات التجزئة ولكن أيضا بالنسبة لمدينة دبي سوف يساعد على تطوير البنية التحتية على زيادة الاستثمارات في المركز التجارية واللوجستية وطبعا سيزيد من قوة دبي كمدينة عالمية تستقطب المستثمرين والسواح من كافة أنحاء العالم جيد أشكرك إلى أي مدى قطاع الضيافة والتسوق والسياحة كما تفضلت وذكرت أنت يبدو هو القاسم المشترك لأكسبو باحتبار أن الحدث نفسه هو تظاهرة مشاهدة وزيارة وإلى مذلك إلى أي مدى يحدث ذلك مزيد من فرص النمو في هذا القطاع في هذه الإمارة أو على مستوى الدولة طبعا كما تعلمون هناك استراتيجية سياحية في دبي وهي الرؤية استراتيجية للشيخ محمد السياحية وهي استقطاب 20 مليون سايح بحلول عام 2020 فهذا كان قبل أكسبو أكسبو ممكن في سنة 2020 يستقطب حوالي 25 مليون ولكن هذا عام الواحد والمهم في الموضوع هو الاستدامة في موضوع السياحة فطبعا استراتيجية السياحة التي موجودة هي اليوم في دبي سوف تساعد على زيارة عدد السياح إلى 20 والهدف هو 20 مليون في عام 2020 وقد لاحظنا أن خلال السنتين الماضيتين تزايد في عدد كبير في عدد السواح حيث وصل هذا العدد إلى 11 مليون سايح في سنة 2012 بزيادة تقريبا أكثر من 10% عن السنة الماضية وهذا طبعا يركز على دبي بكل عاملها والبنية التحتية التي بنتها من المطار نفسه وشركة الإمارات التي لعبت دور كبير باستقطاب السياحة إلى طبعا الفنادق والمراكز التشارية التي طبعا ساعدت في تنمية السياحة واستمرارها في دبي جيد سيد إياد البعض يحاول الالتفاف على هكذا التظاهر أكسبو وباسم أكسبو يطمع الطامعون ربما في أن يزيدوا من أسعار الإيجارات إلى ما ذلك من هذه التفاصيل كيف ترى أن ذلك يؤثر سلبا ربما على مكاسب استضافة دبي لهكذا التظاهر طبعا هذا عامل مهم ولكن مع التنمية ممكن أن يحصل بعض التضخم وعض الزيادة المهم في هذا الموضوع أن نحتوي موضوع خاصة زيادة الأجارات لأنه طبعا هذا يمكن أن يؤثر سلبا على كل الشركات التي تتعامل في تبي ولكن في نفس الوقت توقيت استضافة الأكسبو هو توقيت جيد لأنه على مستوى عالمي اليوم هناك ركود أو بداية تحرك عالمي فأسعار السلع عالميا ليست بالتزايد الذي كان موجود خلال الفترة الماضية أو خلال البوم الماضي فطبعا هذا يساعد على اليوم أن نبني البنية التحتية وأن نقوم بمشاريع جديدة من غير التكلفة التي كانت موجودة ماضيا الموضوع المهم بالنسبة للشركات والمؤسسات التي تعمل في دبي اليوم هو احتواء موضوع زيادة الأجارات خاصة بالنسبة للمنازل والبيوت سيد إياد أنت كنت اليوم حضور في هذا الدليل الذي أصدر مجموعة أكسفورد بالشراكة مع غرفة دبي ودار حوار معمق ربما في هذا المنتدى من أجل الوصول إلى الملامح لألفين واربعة عشر ما هو خلاصة ما دار أو لفت نظرك في هذا الحوار اليوم طبعا كان التركيز على موضوع اليوم هذا الدليل الدليل يراجع أكثر ما حصل العام الماضي في دبي ولكن مع رؤية مستقبلية من خلال المقابلات والدراسات التي دخلت فيه الموضوع الأهم في هذا الموضوع أن البنية التحتية والاستثمارات في البنية التحتية ومن بعدها طبعا العمليات في الفنادق في الوحيات اللوجستية في المطار الجديد في دبي طبعا مبلغ كبير وهذا سيخلص فرص عمل ويخلص فرص استثمار بالنسبة للمستثمرين العحليين والعالميين جيد بجانب أكسبو إلى أي مدى ما يحدث الآن في المنطقة ولا يخفى عليك من تقلبات لا أريد أن أقول إن عكس إجابا على منطقة أخرى ولكن بطبيعة الحال هناك منطقة تتأثر يحدث أثر آخر هناك إلى أي مدى أثر كل ما يحدث في المنطقة على دبي طبعا دبي من خلال ما بنت خلال العشر سنين الماضيين كانت مؤهلة جدا أن تستضيف أي شخص ولكن اليوم عدد السكان في دبي في سنة 2012 زاد تقريبا في 5% وإذا نتطلع على السياحة مثلا نرى أن السياحة تأتي من كل ألحاء العالم حيث زادت عدد السواح من المنصين كسواح جدد إلى دبي ولحظنا أيضا استقطاب سواح من أفريقيا حيث لم يكن هذا العدد مهم في السنين الماضية فهنا مركز دبي واليوم الضوء الذي يوجه إليها عن طريق الفوز في أكسبو سوف يساعد على زيادة السواح من كل ألحاء العالم وطبعا الأولى في الجيران كما نقول حيث اليوم عدد السواح من الخليج زاد بشكل كبير وهذا طبعا عامل إيجابي بالنسبة إلى دبي وللأسف الأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة في بعض المنطقة أيضا ساهم في زيادة عدد السواح بالنسبة إلى دبي أنا أشكرك على كل هذه الإضاءات الرئيس التنفيذي في شركة ماجد الفطيم السيد إياد ملس شكرا جزيلا لك معنا في هذا البرنامج